إنك ترد على برايم عيسى مش برايم عيسى بس هو بسم الله الحمد لله والسلام صلى الله عليه وسلم هو الفكرة كلها هذه الموجة الثالثة في القرن اللي فده الموجة الثالثة اللي إحنا كان فيها تجريف للثوابت بتاعتنا وتزييف للحقاق يعني دي الموجة الثالثة بتاعتنا والموجة دي غريبة جدا يا أستاذ محمد حدث لو تفرج على الفيديوهات يعني نتفرج عليها هناك أنت بسميها موجة موجة كاملة كاملة أو مرة تيجي بالبهذه القول احنا في وقت ممكن نتكلم على الأمواجات اللي كانت قبل كده بس الموجة دي موجة خريبة جدا موجة بهدفها تجريف الثوابت وإزالة الحقائق كلها بتتغير أو تزييف الحقائق بيتكلم على الحاجات كان قبل كده الأمواج اللي كانت أكثر ثقافة مثلا فرح أنطون مثلا كان مثقف أحمد رطف السايد كان عنده حبة ثقافة ناس مثقافة شوية إنما المستوى اللي احنا وصلنا له هو مستوى أولا ضايع سطحي جدا حاجة تانية بيكلم اللي القرآن ما حادش عملها ده المستشرقين ما عملوش كده جلدة سهر مثلا كان من أحد المستشرقين مهمين جدا في العصر الحديث كان بيدرس القرآن وبيدرس السيرة وبيدرس السنة عشان يطلع فيها أخطاء لم يتكلم على القرآن مارجريوس صديقه اليهودي قعد أكتر من 25 سنة كان بيشتغل في اليوم 18 ساعة عشان يدور على أي حاجة غلط ما تكلمش على القرآن والفي مشاكل بروكليمان ما تكلمش على القرآن يعني بتتكلم على أكبر ناس مستشرقين جدين لكن احنا النهاردة معنا ناس بتتكلم على القرآن أساطير بيقولوا عليه أساطير أساطير تخيل واحد لم تحدث إلا أيام قريش أنا كنت بتكلم مع المعدة قبل بقولوا الكلام ده حصل إمتى قلتولوا لمعرفش حد قالي الكلام ده الكلام هنشوفه النهاردة خليني عشان من ده أشواء عجيبة جدا عاوز نرد عليه؟ نرد عليه نرد على الفيديوغراف ده خليني نرد على أول حاجة معنا إبراهيم عيسى بيتصديف واحد اسمه فراث السواح هو سوري وفراث السواح بيقول إن القرآن به أساطير وهو بيوفق على كده وهو بيوفق خليني نشوفه فيديو عشان بس ما نتحدث خالص نشوف ده فيديو كده أيضا بالقرآن أساطير يعني هل استعمل أسلوب القص فما القرآن بيقدم هذه القصص بيقدمها باعتبارها أساطير للعظة والاعتبار والترميز مش للقبول بيها كوقاية حدث بالفعل؟ ليه ما نقبلش بيها كوقاية حدث بالفعل؟ علشان عقلينا مش مصدقها؟ يعني في الزمن الحاضر هل أصدق أن نملة تحدثت مع أختها؟ وأنا سليمان سمعها وتبسم ضاحكها؟ أما سليمان ده نبي فن مش مواطن عادي يعني طيب يعني أقولي ملخص آل إيه كده؟ هو بيتكلم اللي بيقوله هو طبعا اللي جايبه الأستاذ ده أولا بيكبروه وينفقوه جدا بعد أن مات محمد شحرور هم بيدوروا على الناس اللي زي كده يعني تحت بريس سلم عارف يجيبوا ناس من يعني إبراهيم عيسى كل أسبوع بيجيبوا واحدة من تونس ما حادش عارفها في رسلسة واحدة ما حادش عارفها أصلا عن دراف مصر بيقولك دكتور في الميثولوجيا يعني علم الأسطورة وطبعا بيتكلم عن نفسه اللي هو إيه جبار ومفيش زيه ده جبوه في معرض الكتاب المفكر العظيم اللي مش عارف إيه المفكر العظيم ده بيقول اللي القرآن فيها أساطير إزاي إزاي اللي سيدنا سليمان يكلم يعني هو بيستدل على إن القرآن أساطير بقصة سليمان سمع النملة وهيجي كمان شوية وهقل ليه دلوقتي ما هو ردك على ده أولاً ثانيا يا فندم أساطير ذكرت في القرآن إنه الأساطير الأولين تسع مرات واللي تسع مرات اللي نزل ذكرت فيها في القرآن كلمة أساطير يعني أبطيل المام الجوهري في اللغة العربية ده من أشهر ناس في اللغة العربية كان بيقول كلمة أساطير يعني أبطيل أو طرهات بالله عليك لو أنا قلت على كلام السيسي أبطيل أو طرهات إبراهيم عيسى ده هيكمل أسبوع ولا ده هيبقى في السجن هيموس في السجن طيب المهم بننظر صاحب كتاب لسانة العرب أكبر كتاب في قاموس لغة العربية يعني أكبر كتاب عظمة يعني فيه أكبر منه حجم نتاج العروس اللي عارفك العمل الكتاب ده حقاقه الدكتور بتاعي أستاذي دكتور مضاعب الرجل كاتب بيقولي أبطيل هو كل شيء إلى أصل له إذن كلمة أسطير أو أبطيل هي هي الترهات اللي تلقى أسطلها حكاية يا فاني يعني ربني بيحكي حكاية كاذب طيب اللي يقول كده في ربسته اللي قال كده زمان كل التسع آيات اللي جات في القرآن نزلت في واحد اسمه النظر بن الحارث الحديث رواه الإمام التبراني مرفوع للعبد والبن عباس يقول كان النظر بن الحارث من المشركين وكان إذا تحدث النبي صلى الله وقرأ القرآن كان يجمعهم عليه واجمع القينات عارف يخلي المغنيين يغنوا جميل وبعكاية يحكي لهم عن قصص رستم بتاع الفرس واسد جرد فيتحدث يقول ما يقوله محمد ما هو إلا أساطير كما أرويها لكم عارف أبوزيد الهليا لي أيها فربنا صحة تعالى قال ويل للمكذبين ده مكذب يعني ربنا قال عليه إذا تتل عليه آياتنا قال أساطير الأولين ده اسمه إيه مكذب ربنا سمى مكذب اللي يقول على القرآن أساطير مكذب بيوم الدين والويل لهم طبعا في التسع آيات فكلمة أساطير لم تروى لم يعرف أحد عبر التاريخ قال على القرآن أساطير إلا الأستاذ ده والنظر بن الحارس طيب وبرمي يسورف بقوله طبعا ها برمي يسورف عادي ودينيها بسيطة ولسه ده يتكلم إيه فقا عاوز يقولي لسيدنا سليمان كمان شوية مش عاوز بقا أنا عارض دلوقتي قولك لسيدنا سليمان أسطورة وبتاع أجذوبة بيعتمد على مين حضرتك خلينا نقول خلينا نشوفه نسمعه ممكن نسمعه وبيقول لي سيدنا بس حدت بالك كلمة أساطير معناها طرهات أبطيل كلام لا أصلا له ربنا قال ويلوا للمكذبين بيقول طويل ليك يعني هتتطحم في جهنم طيب يقول كده إذن ده ردوا على كلمة ورد حضرتك على كلمة الأساطير وأنت ترى أنه لو أحد وصف كلام السيسي بأنه أساطير كان زمانه راح السجن كان زمانه كانت في السجن طبعا كان شيء كامل طبعا